موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من فقه الحياة يخلط الكثير من الناس بين الزهد والتصوف تنوعت وتبينت التوجهات والرؤى حول الصوفية فالكثير من الناس ما بين مؤيد ومعارض انتشرت الصوفية في مجتمعتنا الإسلامية الأمر الذي يجعل هناك حالة من الجدل حول مشروعية الصوفية هل هي حق فنتبع أم أنها ليست من الحق وبالتالي نتجنبه العديد من الأمور التي ترتبط بالصوفية في الظاهر لا تتطابق مع باطن الصوفية الأمر الذي استوجب أن نطرح هذه القضية على الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر برحب بحضرتك أهلا وسهلا ومرحبا ومبارك الله في حضرتك وفي الإخوة المشاهدين أهلا بحضرتك مشاهدين متواصلون معكم في هذه الحلقة بعد الفوز مشاهدين لكم التحية من جديد ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أجدد لحضرتك التحية أهلا وسهلا ومرحبا ومبارك الله في حضرتك فضيلة الدكتور بداية ما معنى التصوف وما هي الصوفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا وأن يجري الحق على ألسنتنا اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل جعلناه لك خالصا فخلطنا فيه ما ليس لك يا رب العالمين التصوف في ميزان الشريعة الإسلامية هذا موضوعكم اليوم نعم وهو موضوع جدير بالمناقشة وبعرض الحقائق في هذا الموضوع فالتصوف مدرسة أخلاقية وجدت في الإسلام منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الاسم فهو عبارة عن زهد أخلاق ورع تقوى هذه الأمور كلها تعتبر من أعمدة التصوف وظهرت كلمة التصوف في سنة 150 هجرية على يد واحد اسمه أبو هاشم الكوفي بدأ يزهد في الدنيا لما رأى الإقبال من الناس على الدنيا وبدأ الناس يتركون كثيرا من تعاليم الإسلام أو يغفلون عنها نعم فالرجل أراد أن يذكر الناس بأن الإسلام ليس هو الإقبال على الدنيا ووضع الدنيا في القلوب إنما الدنيا تكون في يدك ولكن لا تملك ضرة من قلبك وهذا هو الزهد الحقيقي من هنا بدأ يتطور أو يأخذ لفظ التصوف جانب علمي بعد هذا الجانب العملي فالتصوف عمليا زهد خلق ورع تقوى نعم أما الجانب العلمي فبدأت التعريفات تدخل على التصوف نعم التصوف ما هو هل هو من الصفاء صفاء النفسي والقلبي والاتصال بالله تبارك وتعالى أم هو من أهل الصفة الكلمة أخذت من أهل الصفة الذين كانوا يجلسون في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تأتي إليهم إعانات من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا أم أن التصوف صفاء وانتقاء أم أن التصوف وبدأت إيه الطرائق العملية وبدأ العلماء يتحدثون فيها وأدخل في هذا المقام العلمي نظريات زردشتية ثارسية هندية مسيحية يهودية كثير من الأخلاط جاءت في هذه المصطلحات العلمية من هنا تنبه علماء الإسلام وأكابر الزهاد في العالم الإسلامي إلى تنقية هذه الأمور وبيان أن التصوف منبعه ومصدره ليس من هذه النظريات الدخيلة علينا إنما منبع التصوف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سألنا عن الزهد وهو من أجنحة التصوف نجد أن الزهد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار بمعنى لا يوجد طبيق لا يوجد أكل لا توجد تلجات مليانة ثراخ ومع ذلك بالرغم من هذا التقشف الموجود وليس تقشف مقصود إنما الواقع والمجتمع كان ساعتها لا يملك شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصدع بكلمة الله ويصدع بالدعوة ويبلغ دعوة المولى تبارك وتعالى تنفيزا لقوله تعالى يا أيها الرسول وبلغ ما أنزل إليك من ربك فبالرغم من هذا التقشف إلا أنهم كانوا يعملون وكانوا يجعلون الدنيا مطية للآخرة وهدفهم أن ينشر الحق والعلم والأخلاق في المجتمع فضيلة الدكتور حتى نكون أكثر توضيحا حضرتك ذكرت أن الدنيا تكون في يده ولا تملك ذرة من قلبك نعم يعني إيه الدنيا في يده وإمتى تبقى دخلت في قلب يعني ليس الزهد اللي هو من أعمدة التصوف وهو الأساس في التصوف لأن الأخلاق والزهد والتقع دولة أعمدة التصوف ليس المقصود بالزهد الزهد السلبي الذي يفرضه الواقع عليك إنما قد تكون الدنيا بين يديك فتزهد فيها فهذا زهد إيجابي يعني معك الشيء ولكن لا تكون عبدا للدنار والدرهم تخرج الزكاة عبد الدنار والدرهم لا يخرج الزكاة تجد بخيلة بينما البخيل يذمه الإسلام ويذمه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يعني الكريم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الكريم حبيب الله قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس البخيل عدو الله بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب من النار والكريم بعيد عن النار إذن قضية الزهد الدنيا بين يدي لكنني لست عبدا لها بل هي وسيلة لتوصلني إلى رضا المولى تبارك وتعالى وذلك تجدين آيات الإنفاق في القرآن من أعظم الآيات ومن أكثر الآيات الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة فالزهد من أعمدة التصوف يعني الزهد مش معنى الفقر أو رفض يعني متع الدنيا يعني لو وحدي إنسان فقير إنسان فقير يقول ده أزاهد لا طب والغاني ممكن يقول الغاني هو بجل إيه هو غني ولكنه فقير إلى الله غني في الدنيا بالمال فقير إلى الله يأخذ من مال الله ويعطي لعباد الله ولذلك ربنا وآتوهم من إيه من مال الله الذي آتاكم المال ليس ملكا لكم أنت لما جيت من الدنيا إلى الدنيا جيت إزاي خرجنا حفاة عراء وسنبعث كذلك يوم القيامة إذن ما يأتيك هو من نعم الله فلما تزهد في الدنيا وتقول هذا المال ليس ملكي المال مال الله أعطي فيه حق الله أعطي فيه حق الله وذلك مسيلمة لما قالوا لها تزكاة قال لها توجد زكاة ومن أجل الزكاة إلا حصل حروب الرد قامت الحروب سيدنا أبو بكر قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه فالقضية ليس قضية مال ودنيا صحيح ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن بعدها إيه وأحسن كما أحسن الله إليك وبعدها إيه تاني ولا تبغي الفسادة في الأرض إذن الدنيا هي التي ممكن أن تجعل الإنسان ينسى ربه وينسى خالقه وينسى شكر الله مع أنه ربنا بيقول ولئن شكرتم لا أزيد لا أزيد أنكم ذلك الإنسان اللي بينفق وبيعطي وهو زاهد في الدنيا ومعه أمواله ومليونير ومعه أموال ربنا كل ما يطلع من ماله ربنا يزيده أكثر ربنا يعطيه أكثر بالإضافة إن له رصيد في الآخرة رصيد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مأة حبة إلى آخر يا الله السنبولة تبقى مية نعم تبقى مية مين اللي وضع مين اللي قال لك ضع السنبولة دي ضع الحبة دي في الأرض عشان تبقى سنبولة الله فالله يضعف لمن يشاء والله يرزق من يشاء والله يعطي من يشاء الشاهد حتى لا نخرج عن الموضوع أن التصوف معناها زهد وأن معناها أخلاق ومن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوف نعم من زاد عليك في الزهد زاد عليك في التصوف وإذا كان زيادة الأخلاق هي زيادة في التصوف النبي صلى الله عليه وسلم بعث به بالأخلاق نعم إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق إذن الأخلاق إذا كان تصوف زهد وإذا كان تصوف أخلاق فالأخلاق هي التي بعث بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إذن التصوف إسلامي أصيل دما ولحما دما ولحما لكن المشكلة ما أدخل على التصوف المظاهر التي نراها مرتبطة بالتصوف الآن فضيلات الدكتور ما علاقة ذلك بالتصوف سلوكيات السلوكيات هذه لا تحسب على التصوف ولا تحسب على أكابر الصوفية الكرام المدرسة الصوفية مدرسة مثل المدارس التي نشأت في المجتمع الإسلامي بقى في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري يعني نشأت مدرسة تفسير وما كانش في تفسير القرآن بدأ المفسرون يظهرون وبدأ الطبر شيخ المفسرين يضع ويكتهد في الآيات القرآنية بنانا عن لغة العربية بنانا على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفصر القرآن بالقرآن ويفصر القرآن بالسنة المطهرة ويفصر القرآن باللغة العربية و يفسر القرآن بأعمال الصحابة و بدأ يقدم هذه الأمور جاء بعد ذلك أكابر المفسرين و بدأوا يكتهدون فالتفسير اكتهادات حول كتاب الله تبارك وتعالى له ضوابط و له معالم و له شروط مش أي وحد يفسر القرآن الكريم كذلك رأينا مدرسة الحديث و علوم الحديث و رأينا من يأتي و يعرف ما هو الحديث الصحيح ما هو الحديث المتواتر ما هو الحديث الحسن ما هو الحسن لذاته ما هو الحديث الضعيف ما هو الحديث الشاذ كل بدأوا يجعلوا منظومة للحديث فبدأت مدرسة الحديث ثم بدأت مدرسة العقيدة أو علم الكلام فبدأوا يبوبون أبوابا في الإلهيات ما يجب لله و ما يجوز و ما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى ما يجب للأنبياء و ما يجوز و ما يستحيل في حقهم و كيف تدفع الشبهات عن الأنبياء و كيف يرد على الذين يتطولون على رسل الله من الملحدين من وقت أن وجد الأنبياء إلى زماننا هذا و إلى يوم القيامة ثم وجدت بعد ذلك قضية السمعيات هناك من ينكر عذاب القبر و هناك من ينكر نعيم القبر و هناك من ينكر الجنة و النار و الصراط كل هذه الأمور بدأت لها مدارس في المجتمع الإسلامي و بدأت تأخذ مناهج علمية هنا رأينا الصوفية أو التصوف مدرسة من المدارس التي تتزاحم في الساحة مع هذه المدارس السابقة طب عفوا فضيلة الدكتور حضرتك تحدثت عن أن أركان الصوفية هي الزهد و الأخلاق و الوراء نعم ما الحاجة إلى مدارس في هذه الحالة يعني ما المدارس حتتطرق إلى إيه لا المدرسة الصوفية هنا بدأت تنشأ إزاي تنشأ بالتعليم تعليم الأخلاق تعليم القيم كيف تتواضع مع الناس كيف تكون صاحب أخلاق كل شيخ كلي طريقته في التعليم و لذلك يقول لك إيه الطرق الصوفية كل شيخ وله إيه طريقة وله طريقته طريقته في التعليم مش أي واحد يأتي بأي طريقة وضع لها أكابر الصوفية من أمثال الإمام الجنيد و من أمثال الإمام المحاسبي و البسطان و غيرهم بدأوا و سوفيان الثوري و ذنون المصري و غيره بدأوا إيه يعملوا ميزان لوزن الأعمال و السلوكيات التي نراها من من يقولون نحن صوفية فمثلا الإمام الجنيد كان يقول طريقنا هذا طريقنا هذا يتوقف على كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خالف هما فليس منا الطريق بتاعنا يوزن بكتاب الله و بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خالف هذا الكتاب هذه السنة ليس من الصوفية التصوف الحقيقي يقوم على كتاب الله و على سنة رسول الله فإذا رأينا من يأتي مثلا و يقول أنا أطير في الهواء أو شيخي يمشي فوق الماء أو أن شيخي يسلم على الرسول كل يوم و يطلع له الرسول يده من القبر و يسلم عليه nozin هذا بكتاب الله و بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يطير في الهواء من الذي يمشي فوق الماء نحن لا ننكر الكرامة الكرامة أمر ثابت بكتاب الله لكن الكرامة لها معالمها و الرجل الذي أتته الكرامة أو المرأة التي أتتها الكرامة يستحي أن يتحدث بالكرامة فإذا خرج واحد كل يوم و يقول أنا شفت النبي مبارح أنا ما صلتش معاكم بدأ روح تصليت في الكعبة أنا من يدخل طريقتي فهو آمن من اتبعني فهو يدخل الجنة من عصاني فطريقه إلى النار كما نرى بعض الفيديوهات و غيرها التي نسمعها الآن هذا الكلام يُعرض على كتاب الله و على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أكابر علماء الإسلام تصدوا لهذه الخزعبلات التي أعتبرها خزعبلات تصدوا لها تصدين علميا و أخلاقيا و شرعيا فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه و أرضاه إذا رأيت الرجل يمشي فوق الماء و رأيت الرجل يطير في الهواء رأيت الرجل يطير في الهواء و يمشي فوق الماء فلا تغتر به حتى تعرض عمله على كتاب الله و على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد مش بيصلي و أنا بشوفه بيطير في الهواء أقول ده شيخ و اللي أعمله يبقى أنا همشي معاه لا 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 من الشافعي يقوله غلط اعرض الكلام ده شوفه بيصلي ولا بعض ناس يقولك شيخي مثلا مرفوع عنه التكليف يعني مش بشوف شيخك بيصلي يا شيخ لا أنت ما تعرفش الموضوع ده 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 بيصلي في الكعبة ده كل يوم بيصلي في الناس بتشوفه الكعبة أنا ما ليشوفه في الكعبة أو مش في الكعبة أنا عندي ربنا اللي قال أقيمه الصلاة ولا قال يحزيفه الصلاة أقيمه الصلاة يبقى أنا رأيته يصلي أو يصلي في بقي المهم لا ينكر الصلاة يعني واحد زي عبدالقادر الجيلاني وهو من أكابر رجال الصوفية كما تحكي كتب التصوف بغض النظر عن صحة الواقع عدم صحتها إنما تحكي الكتب على أنه كان في خلوته في يوم الماء خلوة المكان يذكر فيه الله سبح ويسبح ربنا ومعتزل الناس ومتصل بربنا تبارك وتعالى فسمع صوتا يناديه يا عبدالقادر يا عبدالقادر أبشر فقد رفع عنك التكليف فلا تصلي بعد اليوم فسكت فسكت وقالنا ممكن يكون صوتا عاديا نعم فتكرر النداء في اليوم الثاني وتكرر في اليوم الثالث فلما سمع ذلك قال عرفتك يا عدو الله إنك إبليس لعنك الله في كتابه ونلعنك إلى يوم القيامة عرفتك يا عدو الله فجاءه نداء من هذا الشيطان يقول له لقد نجوت يا عبدالقادر بتفقهك في الدين لقد نجوت بتفقهك في الدين ليه لإن الدين ما قالش رفع التكليف عن عن إنسان إذا وصل وشيخ إذا زاد في الزكر لا بدا ولذلك يظن البعض ممن يتصدون المشهد ويفعلون هذه الأفعيل ويتركون التكليف ولا يصلون وتجده جالس في طريقته أو في خلوته وأتباعه قد لا يصلون يظن على أن هذا تشريف أن رفع التكليف عن الشيخ تشريف بينما التشريف هو عين التكليف صحيح التشريف أن يكلفك الله التشريف أن أن تؤدي أوامر الله إذا كان الإنسان يعني بعض الناس يقول لك مثلا ممن يتصدون المشهد يقول لك الولاية عندنا نحن نعرف الولاية لكن شيخي له ولاية كبيرة إيه ولاية كبيرة قالوا لي ثلاث ولايات نحن نعرف الولاية في الإسلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقوا لهم البشرة في الحياة الدنيا في الآخر الذين آمنوا وكانوا يتبعون خف ربنا ويتق الله هو ولو إن لم يعلن عن ذلك ولم يعرف ذلك فقال الولاية عندنا ثلاث الشيخ علمنا إياها الولاية عندنا ثلاث مراحل المرحلة الأولى ولاية الدنيا وهي لكل الناس المرحلة الثانية ولاية التجبير أو الجبر المرحلة الثالثة ولاية التكوين يعني إياه دكتور ده بيصدر كثير من هؤلاء المبتدعة ولاية الدنيا خلاص كل الناس ولاية زي ما قال القرآن الكريم ولاية الجبر أو التجبير أو هي أن تحادث الأموات ويحادثونك ويطلبون منك وتطلب منهم ده الشيخ يعلم الشيخ المبتدع يعلم مريديه بهذه الطريقة طيب الولاية التالتة بقى إيه؟ جال والله اسمها ولاية التكوين إيه ولاية التكوين دي؟ وهو أن الشيخ وصل به الأمر أن يتصرف في الكون مع اتصاله الربنا ومن زلته لوصل بها عند ربنا رفع عنه التكليف ثم يتصرف في الكون حتى أنني سمعت بعض الأساتيزة يقول وهو ينقل هذا الأمر يقول قال لي هذا المريد إن شيخي حينما يقول هكذا هكذا بيده هكذا بيده يذهب بعدها إلى الرسول يسلم عليه في المدينة وارجع إلينا مرة أخرى وارجع إلينا مرة أخرى هل هذا تصرف؟ هل هذا تصوف؟ طب فضيلة الدكتور يعني هو بيعرض هذا الفكر نعم اللي بيقبل هذا الفكر بيقبله على أي أساس؟ هنا باجى السؤال يقولون إن شيخهم يحمل عنهم كل شيء إن الشيخ الشيخ بيشيل الشيلة زي ما بيقول يعني هيعذب بنياب عنهم في حالة التقصير؟ هم كده ولذلك في بعض الناس تجدهم يجلسون ويقولون أن نحن متصوفة ولا يصلون نحن متصوفة ولا يزكون إيه الحكاية؟ يقول لك الشيخ شيل الشيلة الشيخ شيل الشيلة؟ شيل الشيلة إزاي يعني؟ ده لغة بنسمعها عندنا في القرى وفي النجوع من بعض الناس التكليف في الإسلام ليس بهذه الطريقة ما حدش يشيل الشيء لتحد كل واحد مكلف المسئولية في الإسلام مسئولية فرضية لكل شخص ولا تزر وزيرة وزيرة لا يكلف الله نفسا إلا إن أحسنتم أحسنتم لها وإن أسأتم فلها إيه الشيخ شيل الشيلة؟ يعني الشيخ هيعزب مكانك؟ أو الشيخ يأخذك إلى الجنة؟ هذا أمر عجيب ولذلك أن يعمل التصوف حقيقي وواقع ومدرسة محترمة ومدرسة أخلاقية وكل إنسان يمشي في طريق التصوف وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في المصاري الصحيح لكن هذه الأمور دخيلة على التصوف ولذلك نحن الآن لا نرى في الصور إلا الدخلاء المشاهدة على أرض الواقع ولذين تصدونا بعض المشاهد بعض المشاهد لا نرى إلا تصوف لابتداع وليس تصوف لاتباع طب فضيلة الدكتور بذكر عرض الأمر على كتاب الله وسنة رسول الله يعني البعض من شيوخ الصوفية أو من يدعون أنهم من شيوخ الصوفية يقول أذكر الله بعدد معين من التسبيح أو عدد معين من الحمد أو أيا كانت بصيغة معينة هي الصيغة الملزم بها التابع لهذا الشيخ هل في هذا نوع من الابتداع أم أنه بعرضه على كتاب الله وسنة رسوله هو من صحيح الدين هو لم يخرج عن الدين للتحقق من الأمر لا بد أن نثبت أولا أن ذكر الله يعد من مقامات الصوفية ذكر الله من مقامات الصوفية يؤخذ من فين من كتاب الله نحن لسه بدأنا أي حاجة نعرضها على القرآن فإذا كما قال الإمام الجنيد إذا كان متوافق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله هم الجنحان الذين يطير بهم الإنسان إلى مولاه نعم وهم الجنحان الذين يدخل بهم الصوفي أو المسلم أو المتصوف إلى بيت رسول الله وإلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تطير في الهواء بأجنحها بغير كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام احكيت الذكر مقام من مقامات التصوف وأمر قرآني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا يوجد له عدد ولا يوجد له حد وإن كان شيخ اكتهد في هذا ولم يكتهد فهو نعرض كلامه على كتاب الله الله يقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا ايه؟ كثيرا لم يحدد سقف كم يعني يطلع خمسين ستين سبعين تمانين مئة ألفين ربنا فتح عليه وانا ما لا أذكره عايش مع ربنا عايش مع اسم من أسماء الله ايه المشكلة؟ يقول لك لا خذ لغاية ستين ولا سبعين ولا تمانين ووقف طب ليه؟ يقول لك مخك ممكن يضرب مش هكذا البعض يقول قال ايه؟ مخك ينفجر ينفجر زاي؟ هو ربنا ما يقول اذكر الله ذكرا كثيرا عاوزي يفجر مخي مثلا ها؟ إذن قضية أنني أقول إن إنسانا قال قف عند هذا العدد ولا تزد أمر يحتاج إلى مراجعة طب فكرة الإذن من الشيخ بالذكر فضيلة الدكتور يعني من بعض الصوفية من بعض الشيوخ الصوفية لابد أن تحصل منه على الإذن حتى تبدأ في الذكر كيف أذكر الله بإذن؟ كيف أذكر الله بإذن؟ يعني أنا جاي أصلي أأذن مثلا جاي أقرأ قرآن أأذن أقرأ كما جاي أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أقرأ بإذن هناك بعض المشيخ قد تجدين فيهم توجيه هذا التوجيه فيه أخلاق وفيه قيم اتبع هذا الشيخ لكن التوجيه الذي ترى أنه بعيد عن الحق وعن الكتاب وعن السنة لا تأخذ به ما أحترامك للشيخ فنحن نحترم الشيخ الشيخ هو المعلم أنا أقول المدرسة الصوفية مدرسة طربوية كل شيخ له طريقته فقد يكتهد شيخ في طريقة بمنهج أخلاقي معين قد لا تجده عند الشيخ الآخر وهنا أخذ ما أراهم وتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله طب إن وجدت شيخا له طريقة معينة الطريقة لا تخالف للكتاب ولا السنة ما المانع في هذا هذا مربي زي صديقك أنت بتأخذ صديقك تروح في المسجد بتصاحب الصديق الطيب لأنك تشم منه رائحته فما بالك إذا كان معلمك أو شيخك فنحن نأخذ لكن إذا رأينا طب في بعض الناس مع شدة حبه للشيخ وصل به الغلو الغلو مع أن الحب مطلوب لكن الغلو غير مطلوب وصل به الغلو أنه قد لا يدخل بيته إلا بإذن من شيخ وأنه قد لا يأتي أهله إلا بإذن من شيخ وأنه لا يتصدق لعمل شيخ إلا بإذن من شيخ هذا كلام لا يتوفق مع الإسلام طب فكرة الشرك نحن نريد أن نصحح نفاهيم نعم طب فكرة الشرك يعني الله سبحانه وتعالى أرسل لنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي نسير عليه لماذا الحاجة إلى الوسيط الذي يأخذ بيدي إلى الله مع أن الكلام معروف والعلم معروف والقرآن موجود والذكر موجود والسنة موجودة يعني كل الأمر موجود يعني ربما ألجأ إلى معلم يعلمني ولكن لماذا الحاجة إلى من أسأله في كل كبيرة وكل صغيرة تخص الدين أو لا تخص الدين إذا كان هذا من أهل العلم ربنا اللي قال فاسأله إيه أهل الذكر أهل الذكر اللي هم أهل العلم أهل التخصص اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني ما قدرش أنا أدخل على طول كده وقمت من النوم وهبدأ أقرأ قرآن مثلا أديك مثال على القرآن الكريم أقرأ قرآن ومش في حاجة أن أنا أجيب شيخ لا أنت في حاجة جيب شيخ ليه لأن القرآن كان للنبي صلى الله عليه وسلم في تلواته شيخ وهو سيدنا جبريل عليه السلام كان يلقنه القرآن وفي السنة الأخيرة في وفاته صلى الله عليه وسلم راجع عليه القرآن كم مرة مرتين إذن قضية إن أنا أسأل في كل كبيرة وصغيرة في الدين وأنا أعلم أن الذي أمامي يعلم هذه الأمور هذا شيء مطلوب لكن حينما تسأل جاهل وتقول هو شيخي ولا معرفة له بكتاب الله ولا معرفة له بسنة رسول الله ولا معرفة بأقوال أكابر رجال الصوفية ولا أكابر العلماء هنا أنت دخلت طريق الخطأ إذا سألت اسأل أهل الذكر كما تسأل في الدنيا أهل الاختصاص اللي هو المهندس في البناء الطبيب في الشفاء الاقتصادي في الاقتصاد السياسي في السياسة في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه يحضرون نحن ننبه على أن اتباع المدرس أو اتباع المعلم أو اتباع الشيخ الذي أرى فيه العلم وأرى فيه الخلق وأراه لا يخالف منهج الله وأراه يقيم فرائض الله ويؤدي زكاء الزكاة والصلاة والحج وغيره كما أمر الشرع الحكيم هذا أمر ليس فيه شيء إنما أمر حسن وأمر مطلوب خاصة في الزمن اللي احنا فيه طيب فضيلة الدكتور جهة ما هي من تعتمد الطرق الصوفية يعني هل كل شخص ممكن يبتدع طريقة مختلفة ويقول أنا شيخ ولي طريقة من الطرق الصوفية جديدة ليس لها أساس من السابقين لا يمكن أبدا إن احنا نأخذ أي ادعاء بدون الميزان اللي احنا ذكرنا أو المصادر اللي احنا ذكرنا أي واحد يقابلني في الطريقة ويقولوا تعالى نعمل طريقة ونعمل شيء ما ينفعش ده لها جزور ولها أصول ورأيت أن زي ما قلت لحضرتك الأول حاجة الكتاب والسنة ثاني حاجة الشيخ الذي اتبعه شيخ عالم شيخ تقي شيخ نقي شيخ زاهد شيخ نرى فيه كل سماة الخلق لا ده مصاحبته مهمة جدا لكن الشيخ الذي يقول من اتبع طريقة فهو آمن من عذاب الله من دخل في طريقة فهو سأخذ بيده إلى الجنة من مشاع أشياء كثيرة هذه الأمور ما ينفعش لا بد للأمر أن يقاس بالكتاب وبالسنة إذا كانت هناك طرق قانونية لاختيار الطرق الصوفية هذا أمر محمود لأنه آلة تنظيمية لا يخلش أي واحد ييجي يقول لك أنا أعمل طريقة وخلاص لا بد للدولة أن تعرف من هو المتصدر لهذا المشهد وما جذوره وما أصوله وما مريديه وما منهجه في الهل يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الأمور دنيوية وسلوكات دنيوية ينظمها القانون نحن لا ننكرها إنما ننكر كل أمر فيه غلو وفيه ثعص وفيه شزوز ننكر كل أمر يقف صاحبه ويقول إن شيخي وإن طريقتي هي الطريقة الناجية الوحيدة الوحيدة مع إن كل شيخ وله طريقته في التربية قد يكون الشيخ الآخر طريقته في التربية أفضل عند فلان والشيخ الثاني طريقته أفضل من الأفضل وهكذا فهذه الطرق طرق موجودة وطرق معترف بها قانونا ونعترف بها ولكن الذي ننكره هو لابتداع في التصوف وللدعاء بأمور غريبة عن منهج الله وغريبة عن كتاب الله نعم لما نجد مثلا قضية قضية إنه واحد يخرج يقول الدنيا هذه لا يسيرها إلا أقطاب التصوف قضية الأقطاب يعني إيه يعني الأقطاب كلهم هم البسير الدنيا فيش قطب يبقى الدنيا ما فيش أربعة أقطاب والبعض يقول لك سبعة أشر قطب وغيره نحن نقول له إن الذي يسير الدنيا هو خالق الأقطاب سبحانه وتعالى هو خالق الدنيا هو رب الناس الذي يعني يهرع إليه الفقير ويهرع إليه المريض ويناجع في الصراء والضراء هذه أمور مغلطات لما يقول إن شيخه هو كما قلت هو الذي سيتولى عن الأمر وتجده الجالس ولا يريد أن يصلي قل صلي أحد فلان مش مصلي ليه الشيخ شيء للشيلة كلام دا من فعش طب موقف أهل السنة والجماعة من الصوفية فضيلة الدكتور أهل السنة والجماعة يعتبرون أن التصوف مدرسة من مدارس الأخلاقية وهم من رجال أكابر أهل السنة وهم الذين يتبعون الكتاب ويتبعون السنة ويتبعون ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالتصوف جزء من المنهج السني التصوف الصحيح التصوف المعتدل لكن التصوف الغلو يرفضه أهل السنة قديما وحديثا يرفضه كما قلت حضرتك المحاسبة والإمام الجنيد والحسن البصري وذنون المصري كل هؤلاء يرفضون الدخيل من التصوف على كتاب الله وعلى سنة رسوله إذا رأوا رجل لا يصلي ونراه يطير في الهواء كما قال الإمام الشفعي هذا رجل لا يتبع لا تغطر به قد تسيره الشياطين يخذ الشياطان كما رأينا عبد القادر الجلاني ماذا فعل معه الشيطان وكيف رد عليه الجلاني فهذه قضايا مهمة جدا في مجتمعنا زكر وزهد وأخلاق وتقوى تصل من خلالها إلى مقام الإحسان إلى مقام وما هو مقام الإحسان بينه سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك التصوف تقوى والتقوى خوف من الجليل وهذا مقام من مقامات التصوف مقام الخوف خوف من الجليل تاني حاجة العمل بالتنزيل العمل بالقرآن وليس بالهوى وليس بالنفس نبعد الهوى والنفس عن مقامات التصوف لأن الهوى هوى النفس قد يجعلك تتعصب للشيخ حتى وإن لم يقم بتكليف بأداء تكليف المولى سبحانه وتعالى تتعصب تقول لي الشيخ ده مش بيصلي ما أنا قلت لك ده ليه حالات أنت ما تعرفهاش ده حالات بينه بالربنا طب هو بينه بالربنا أنت ما لك أنت هو بينه بالربنا أنت عليك أن ترى المنهج السليم الذي رأيت فيه هذا الشيخ اتبعه الأمور الأخرى لا تحكيها حتى على الناس يقولون إن فلان هذا يرى كثيرا في المنام وله إلهامات وله خيالات وله حالات كثيرة نقول لهم ونحن في ميزان الشريعة وما علاقة هذا بشريعتنا الإسلامية أنت ترى كثيرا أنت تتخيل كثيرا أنت تقول أنا مش في الطريق دلعيت ليد النبي يسلم علي صلى الله عليه وسلم تخيل كما تشاء لكن ما علاقة هذا بالشريعة ما علاقة هذا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخيالات والتخيلات والمنامات والحالات لا علاقة لها والأمر الذي يأتي بالعقل لا علاقة له بشرع الله ونحن لا نأخذ شرعنا من المنامات يقول لك الشيخ فلان كل ليلة بشوف ابن نبي صلى الله عليه وسلم نحترمه على رأسنا لكن ماذا قال له النبي هل أعطاه تشريعا جديدا ها هل أعطاه شيء آخر يبلغنا به إن كان يرى فهذا تعد بالنسبة له فضيلة كبيرة وأمر جيد نعم وحتى لا يحكيه للناس كثيرا حتى لا يحسد لأنه كثير من الأمور الطيبة قد يحسدها إيه الأخرون لكن الذي نؤكد عليه أن العقل نفسه حتى الأمور المعقولة نفسها لا تدخل في التشريع الإسلامي نحن لا نأخذ التشريع من العقل إنما من رب العقل سبحانه وتعالى ولذلك أمور كثيرة يرفضها العقل نعم يعني العقل هل يقبل العقل إنه عصى موسى تضرب ويطلع منها مية فين العقل يقبل كلام ده الناقب تعد صالح تطلع من بين صخرة في العقل يقبل كلام ده نعم لكن نحن نقول إننا نأخذ أوامرنا ليس من العقل إنما من خالق العقل نعم لا نأخذ أوامرنا من المنامات يكثر من المنامات كما يشاء وكالترخيره إنما لا نأخذ منها تشريعا نعم ولا نقول إن الشيخ شرع أمرا جديدا لم يعرف من قبل نعم إن الذي شرع هو من المولى تبارك وتعالى سيدنا رسول الله عن المولى تبارك وتعالى من يضع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد المولعين فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر شكرا جزيلا لوجود حضرتك أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة أترككم في رعاية اللواء اشتركوا في القناة